اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب المبنى ده زي ايه زي الاسلام والاعمدة اللي من تحت دي هي ايه هي اركان الاسلام اللي شايلة ايه اللي شايلة اسلامنا طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هي الاركان ده ونقرأ مع بعض الحديث الشريف يعني ايه الحديث ده الكلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ايه علم الهنة او علمهنة يبقى الحديث ده هو ايه هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة واحج وصوم رمضان طيب عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مين عبدالله بن عمر دول يا سنة اولى دول كانوا صحابة ايام ايه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ولا بنقول رضي الله عنهما بنقول ليه رضي الله عنهما علشان الصحابة دول سعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هما ينصروا الاسلام وان هو ينتشر في العالم كله وان هو ايه يوصل لنا وان احنا نبقى كلنا مسلمين فهم سعدوا الرسول كتير قوي على ايه على نصرة الاسلام عشان كده احنا بنقول ايه رضي الله عنهما طيب عبد الله ده كان صحابي وبابا عمر ده كان ايه كان صحابي برضو طيب الرسول بقى لنا ايه في الحديث الشريف بتاعنا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني ايه شهادة أن لا إله إلا الله يعني احنا لازم نؤمن ولازم نكون مقتنعين ولازم نقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الكون ده كله وهو اللي خلقنا وإن ما فيش إله غير ربنا سبحانه وتعالى هو واحد لا شريك له وأن محمدا رسول الله كمان إن ربنا سبحانه وتعالى هو إيه هو اللي بعت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب تاني حاجة إيه وإقام الصلاة يعني احنا لازم نصلي لربنا سبحانه وتعالى ولازم نبقى وإحنا بنصلي نخشع في الصلاة وإن إحنا لازم نصلي إيه كل صلاة في إيه في أوقتها طيب الصلاة عندنا قد إيه صلاة الصبح صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب بعد كده وقتاء الزكاة الزكاة دي يعني إيه سنقولة دي بتبقى الناس اللي معاهم فلوس زيادة أو إن هم معاهم فلوس كتير هم بيعطوا من فلوسهم أو من أموالهم للناس للفقراء والمساكين وربنا سبحانه وتعالى بيحددها بنسبة معينة إن إحنا إيه إن إحنا بنساعدهم بالمبلغ ده علشان لو في أي حاجة هم محتاجينها إيه يجبوها عرفت يعني إيه السكاة والحج الحج ده اللي هو إيه إحنا بنروح لمكة أو بنروح للكعبة وإحنا إحنا بنحج هناك والحج ده بيجي بعده إيه عيد الأطحى وبعد كده وصوم رمضان لازم إن إحنا نصوم إيه في شهر رمضان والحج كمان يا سنة أولى إحنا بنحج إيه مرة واحدة بس في العمر طيب وإيه ساهم من رمضان ده إن إحنا بنصوم كلنا إيه في شهر رمضان مش إحنا كلنا بنصوم في شهر رمضان إحنا ممكن نكون صغيرين شوية وما بنقدرش لكن لما نقبر لازم فرض إن إحنا نصوم إيه شهر رمضان كامل مدام صحيتنا إيه تقدر إن إحنا إيه إن إحنا نصوم طيب تعالوا نقول مع بعض تاني الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وإيه وصوم رمضان طيب تعالوا نشوف مع بعض نشاط صفحة عشرة بيقول لي إيه نشاط صفحة عشرة ده سنة أولى لون ووصل إحنا طبعا عرفنا إيه هي أرقان الإسلام عرفنا إن هي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم طيب الشهادتان هنوصلها بإيه هنوصلها إيه بالإيدي وبعد كده هنعمل إيه هنلون كلمة إيه الشهادتان طيب الصلاة هنوصلها فين عند الولد اللي إيه اللي بيصلي طيب الزكاة هنوصلها فين هنوصلها عندي إيه عند السندوق ده وصورت إيه الزكاة وبعد كده هنلون كلمة إزكاة طيب الحج هنوصلها فين عند الكعبة طيب الصوم هنوصلها فين عند إيه عند الرسمة دي اللي فيها الكوباية وفيها الهلال طيب